تساعد ثقافة تقبل الرأي ورأي الآخر في رسم حدود لعلاقة الفرد مع محيطة الاجتماعي في تحفيز الفرد لمشاركة الآخرين بما يفكر مهما كان الاختلاف كبير أكيد عبد الله الحياة تعتبر صعبة في محيط لا يعير أي اهتمام للرأي الآخر خصوصا إذا تعارض مع رأيه ويصبح الأمر أكثر صعوبة وضرر إذا كان صاحب هذا الرأي الأحادي هو الأب أو المدير أو المسؤول فشو أهمية الاستماع لآراء الآخرين والتفكير بها واحترامها أيضا كيف ومنته نتعلم الاحترام ونتعلم تقبل الرأي المختلف وكيف نستفيد منه وشو هي أضرار التقليل من أهمية الرأي الآخر للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفي لخصائي النفسي الدكتور أحمد عيد يهلا ومرحبا بك دكتور يهلا وسهلا حديث نورتنا يهلا وسهلا حياك الله دكتور يوم دخلت قلت وحشتوني أكيد وانت بعد وحشنا وانه وضع يعني بإذن الله يعني الرأي الآخر قربنا البعض أكيد طبعا بس هم نحن نتوافق بالرأي أتمنى نتقبل نحن أكيد يعني يوم نتكلم عن الرأي ورأي الآخر الرأي هو رأي الشخص نعم الرأي الآخر كيف يعني كيف كيف نقدر نتقبل أو أيضا نوصفه لأن وجود الرأي الآخر لا وصف لماذا تواجد هذا الرأي طيب قبل ما نتكلم في الحتة دي عايز بس أخد يعني ننقل نخرج برة الصندوق شوية تفضل عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا التنشيئة الاجتماعية بتاعتنا تنشيئة الأسرة يعني كل دي بتتكون بعدين مع نمط الشخصية بتاعت الإنسان دول لهم علاقة كبيرة جدا بحتة تقبل الرأي أو عدم تقبل الرأي أو هكذا إلى آخره ليه؟ لأن لو الأطفال ترابوا في أسرة بتنمي عندهم الحوار واحترام الآخرين قبل ما أقول الرأي احترام الآخرين مش أسرة استبدادية هتلبس كذا يعني تلبس كذا أنا نفسي هتلبس كذا لا مافيش كذا هنروح كذا لا مافيش كذا إذن هنا التربية أساسا لها النشيئة بتاعتها لها دور كبيرة طبعا معاير ولذلك هتلاقي فيه ناس بيرفض أن يسمع أي حد أو بيخاف أن يسمع أي رأي وبعدين ممكن يزي رأسه يعني كده هو يفق أو يفق أو يفق بس كده مش قادر يقول رأيه حتى مش قادر حتى يعبر عن رأيه يعني مش منجرد أنه يوافق أو لا يوافق دي دي البداية يعني أنه إحنا نقدر نقول أن الإنسان في حد ذاته إحنا عايشين في مكتبع طبعا فيه كمان حاجة مهمة المهارات الأساسية للإنسان أنا ممكن أقول لحضرتك على حاجة بس طريقتي معاك في التواصل في التفاعل معاك فيها تقبر صحيح فبالتالي أنت هتبقى رافض صحيح يعني إذن أنا هنتناول الموضوع فيه حاجات ممكن تدخل كتير جدا ما عرفش أن أقول إيه فيه بالزبط لكن هي دي اللي بتخليني ليه بس ما أكلام حضرتك وبقى مقتنع بيه طبعا حتى لو اختلفت معاك بس مقتنع ونت مقتنع بيه لأن فيه احترام صحيح نحط هنا بقى الاحترام غير الاحترام دكتور يعني أنا أصف على المقاطعة لما الشخص يعطيك أمر أو يتكلم معاك يتكلم عن رأيك اسلوب اسلوب هو اللي يأثر إذا كان اسلوب محترام واسلوبه بطريقة لطيفة أنت غزبا عنك بتتقبل بتتقبل وتسمع رأيك يعني إذا لكن إن كان بطريقة أمر وتعصب ما رح تتقبلها يعني إذا هنا فيه مساحة بين مثلا المسال مثلا بيني وبين حضرتكم فيه مساحة المساحة ديت هي أتقبل صحيح أو أرفض أو أقول حاجة أو أستمع لكم برضو أنتم تتكلمون يعني برضو شوف الفنيات حاجات كتيرة جدا تخليني أتقبل أو أرفض حتى لما أجي أرفض لازم يكون من حق أنه نرفض بس من حقك أنت كمان أن أنا أحترمك نعم أن أنا يعني أهم حاجة في علاقة أي اتنين مع بعض أو طرف وأكتر من طرف أن أحسس اللي قدامي أن أنا فهمه نعم فلما حس أن كلام مفهوم هو إذا سيبدأ يتقبل مني كمان أي كلام يعني ده الحوار يعني عشان كده فيه منطقة بيسموها الأوفرلاب يعني ده يريتين بس فيه نقطة التواصل بينهم مع بعض يتتواصل يتبقى منفصلتين وأيضا علي أنا إذا أنا كنت سأبدي رأي آخر لشخص مثلا أعرف إذا فعلا هذا الشخص في الوضع الحالي الحالة نفسية اللي هو فيها هل سيستمع أو هل يتقبل هذا يعني لابد يكون هناك استشفاف ودراسة سريعة للوضع القائم وحاجة تانية برضو بتخش فيها البيئة بقى نعم الأعداد والتقاليد والثقافة والديانة والحاجات كثيرة جدا بتخش لو دخل فيها لذلك هو الفرق بين الاختلاف رأي والخلاف نعم يعني اختلاف وخلاف الخلاف دوت هو اللي بيعمل مشاكل صحيح وبيعمل عدوة رغم أنه هو ألف وتاء يعني بينهم الاتنين وده عشان كده إحنا ممكن بيقوله يعني أنا ممكن أكلمك في حاجة زي الإمام الشافعي تعلمنا منه أن بيقول أن أنا كلامي صح لكن يحتمل الخطأ صحيح وكلام غيري خطأ ولكن يحتمل الصح صحيح فهنا دي حتة المرونة لما يكون في المساحة بيني وبينك فيها الاحترام والمرونة واسمعك وتسمعني ده بيدي لأن دي فيها إيجابيات نعم وربنا خلقنا أساسا نحن مختلفين صحيح يعني يعني هم أكتر اتنين فيهم فعلا الاختلاف اللونين الأبيض والأسود بقية الألوان هم قريبين منهم درجات من الأبيض والأسود صح صح فعشان كده في البشر مختلفين حتى في البيئة الواحدة لو إحنا في دبي هتلاقي من حي أو من منطقة المنطقة أو من فريج لفريج زي ما يقولوا هتلاقيه الناس بتختلف طبعا وهكذا فإحنا لازم نتقبل ونحب الآخرين زي ما نحب نفسنا اختلاف الآراء أيضا اختلاف الآراء ولازم يكون فيه نوع من جسر من الاحترام طبعما فيه جسر من الاحترام مش هيبه فيه مشاكل يعني الدور الرئيسي إن الواحد يتقبل للرأي عبدالله للاتفاق معاي الاستماع والإسلم فن الإلقاء وفن الإلقاء وإنت بتكلمني حضرتك لما يكون مستمعك مستمع يعني مش عامل ودني كده لا الإنصات إن أنا قاعد سمع لك بكل يعني إحساسي وحواسي قاعد بستمع لك بكلمك هيباني إزاي من طريقة رضي إن شاء تتكلمني أروح أنا أتكلمك في حاجة تانية أنت تبقى رفضني أساسا المخرج يقولي ها يعني لازم تسمعين يشتكي مني المخرج لازم تسمعي كلام أسمعك أنت ذكرت في البداية المنشأ والماهد بالضبط نعم أضرار قمع الأراء المختلفة خصوصا في المنزل فين أضرار قمع الأراء في الأسرة نعم في الأسرة وفي العملية عملية القمع بشكل عام ما هي أدية اللي بتعمل مشاكل حتى على المستوى النفسي بتعمل مشاكل كتيرة جدا نعم معلمة طويل نعم سواء بين الزوج والزوجة بين الزوج أو بين الأب والأم والأطفال اللي عندهم في البيت دي بتعمل حاجات لذلك من احنا بنسمي البيوت اللي احنا بنتربي فيها ايه يا بيت بيت سودو الديمقراطية نعم ده اللي في الحوار ويستمع صح ولما حتى الطفل يغلط أو يقول حاجة مش صح بنقعد نستمع له ونبدأ نوجهه ان يبدأ يعدل من نفسه وقادي له أكتر من فرصة ان هو يغير من رأيه يعني مش بقى إجبار ما فيش إجبار لو في إجبار في تعنت وفي عناد نعم وطالما في عناد يعني فيه رفض أكيد ما هي دي البدايات فعشان كده احنا بني ده في البيت بقى اللي بتسودو القصوة والعنف نعم والتسلط والتسلط لا يمكن تخرج منه أو يخرج منه طفل مثلا هيبقى شاب فيهم وراجل وهيبقى بيشتغل وبينتج وهيبقى مواطن في البلد يطلق يكون سوي يمكن لو كانت تحدث في الماضي على أجيال قديمة كانت تأتي كان ذلك واقع الجميع والإدارة كيمكن ما كانوا يتأثروا الأبناء لأنه واقع الأبناء كلهم بأن الأب شديد على كلامك على عائلة شديدة ولكن في الوقت الحالي صحيح يعني قبل كلنا كانوا يصرخون علينا أهالينا أو مرات يلجؤون للضرب لكن الحين بس كان فيه مظلة مهمة قلت تحت يجب أن نشاطع كلام اللي هي مظلة الاحترام نعم صحيح بنحترم الكبار نعم ولما حدي كبير بيكلم لازم نسمع نسمع وكان مثل ما ذكر الفريج الفريج الكل يعرف بعضا نعم إذا ما تحدث أحد كان المدرس كان الطبيب كان المدرس دا كان يعني فعلا قل للمعلم نعم قل للمعلم إذا تواجد قلت بتشوفه من الشارع تتخبطي تهرب صحيح دلوقتي بتشوفه طول التجايب إنه ليه فطبعا الدنيا اختلفت فعلا بس لابد أن نحنا نربي في أولادنا طبعا حتة احترام الآخرين مهما كان بأشكالهم بألوانهم كبير صغير ما بقاش فيه فرق بين غاني وفقير يعني فيه حاجات كتيرة جدا لو إحنا ربنا في أولادنا أعتقد أن هما بيقدروا يطلعوا للحياة لما بيطلع من الجامعة ويبدأ يشتغل بيروح الشهر ليه يعرف يتعامل مع الأخرين صح لأن ما فيش في عمل ما فيش اختلاف هنا عندكم فيه اختلاف لازم يكون فيه اختلاف بس إزاي أتقبلك إزاي أحس إن ده خلاف والط إنما اختلاف ما فيش مشكلة أعتقد العافية دكتور نحن صراحة لا يعني نستفيد بمعلمات يعني كان خاطرنا نحن تميانا أكثر بس قتل آخر ولكن لا إن شاء الله إن شاء الله القادم أجمع وإن شاء الله نحن نكون زيارة نتشارف بيك دكتور ويكون فيه مواده بإزدالله على طول دايما نتمنى في الناس دايما أن يحترموا الآخرين ويحترموا ثقافة الآخرين أعتقد العافية دكتور أهلا وسهلا بحضرتك شكرا لك